إلى جنوب الوطن تشهد أسعار الخضر والفواكه هذه الأيام بأسواق ولاية أضرار اتفاعا غير مسبوق الأمر الذي خلف حالة من الاستياء وسط المواطنين في وقت نرجع فيه تجارة تجزية سبب ذلك إلى المضاربة والاحتكار جولة في أسواق ولاية أضرار في تقرير اليمين بالعالمية ارتفاع غير مسبوق في أسعار مختلف أنواع الخضر والفواكه هذه الأيام بأسواق ولاية أضرار حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 120 تنار الأمر الذي ولد حالة من الاستياء والقلق وسط المواطنين حبا ما طيشا دي أشكوله وقالك بديز ويميل إياك شعرها لك قولي يا هو الكورجيت كورجيت شعرها و12 ألف حبا شوف الماحلي ربطة قصبور 5 ألف لبال الماحلي هذه ما عندنا شدرك هذه في البلد متعنا هكذا تجار التجزئة أرجع أسباب ذلك إلى وجود المضربة والاحتكار من قبل تجار الجملة بغض النظر عن مصاريف النقل وغياب الإنتاج المحلي غياب الرقابة واستمرار ارتفاع هذه الأسعار بالأسواق زاد في تقهقر القدرة الشرائية لدى المواطن البسيط فهل من حلول يا طرع إلى ذلك تحول الكثير من الفلاحين بولاية الشلف لممارسة نشاط الزراعة الطماطن بالبيوت البلاستيكية حيث ضعف مجهوداتهم لتوفير هذا المنتوج الذي تعرف وصاره ارتفاعا كبيرا في الأسواق العين قول من ولاية عين الدفلة مع رشيد مشور ابو حميد عوادي العبادية بولاية عين الدفلة من أكثر مناطق الفلاحية والمعروفة بإنتاجها الوفير لشطة أنواع الخضر ومنها الطماطم التي عمل فلح هذه المنطقة على زراعتها في البيوت البلاستيكية نحن هنا في منطقة العبادية هذه خدموا ليسر يسر كانوا اللي كانوا على بره في الأخر في بلادهم وما دمكيش الأخر الماء والأخر أظروا كحبطوا هنا قال العبادية عم يخدموا بالصحيم طماطيش أظروا كباش توجد مازال هذا وانت بدأت كالي رأي نحي حاجة قليلة هي باش توجد سوى 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 حتى الأخر ماء ولا جواحة كيف تبدأت تدفع سوى سوى طماطيش رغم نقص الإمكانيات من مياه السقي وارتفاع أسعار الأسمدة إلا أن جهد الفلاحين تضاعفت تدعي ما لهذا المنتوج الذي تعرف أسعاره ارتفاعا كبيرا اللغة جديدة نتبع فيها وثانيا ثانيا على جلاله صارت نتبع طراب جديد على جلالطوناج طراب جديد هذا ما كانوا ننقله كما سينا في هذا الوقت كنا بقى لها قا واحدة عشرين يوم مش هاو تدفعني شانكا عشرين يوم شاو تدفعني أرأنا في مشكلة تالخدامة لزونغري صوالح والماء قاعي كيني ودو ناقص علينا هنا والنسرعي قادت ختم هنا البويت بلاستيكية الكريا الكريا ذاني كنا 12 مليون الغطار فلحوا منطقة العبادية يأملون أن تنخفض أسعار منتوج الطماطم خاصة أنهم شرعوا في عملية جنيها لتوفيرها في الأسواق